اهلا بحضراتكم من جديد النهاردة كنا بنتكلم مع حضراتكم عن تربية الولاد وازاي ممكن نتعلمهم من اخطاءهم ده سؤال حلقتنا النهاردة وازاي الغلط ده ما اتكررش لكن نطلع منه بكل النتائج الإيجابية للمفروض ناخدها من موقف غلط عدنا بيه ازاي ده ممكن نقدر نوصله لولادنا وهم في سنة صغير هل بان يديهم تعليمات معينة عن الصح والغلط هل بان يكون لنا نفسي قدوة لهم للصح والغلط خلينا نعرف كل التفاصيل من دكتور منا طارق استشاري الصحة النفسية وعلوم ذوي الاعاقة للموارد النهاردة في السوري الصباح الخير يا مصر اهلا بنتشارف بحضراتك يا دكتور وعايز اسألك هو الفكرة في انه التفل الصغير ده وهو بيتعلم طبيعي انه يغلط انا ازاي كأم اعلمه انه حتى لو غلط مفيش مشكلة المهم نتعلم من غلطنا وايه بالنسبة لي هل مطوف في السنة ده ان يوصله ان فيه اخطاء مش مقبولة لمجتمعيا ولا داخل البيت ولا لا عادي هو المفروض انه يغلط عشان يتعلم هو الخطأ مشكلة بس معالجة الخطأ هي المشكلة الاكبر ان انا عالج الغلط بتاع ابني او بنتي ده المشكلة الاكبر ودي الاخطاء اللي بيقع فيها اكثر الاباء والامهات احنا ممكن نبدأ بالصراخ بالعصبية عليهم بالزعيق ممكن هو يرفض ان هو يتناقش معنا تاني او ان هو يبدأ يتكلم معنا تاني فطريقة الاصلاح دي المهمة دي العامل المهم ازاي اصلح الغلط لان الخطأ هو قافة حميدة لازم يغلط مفيش حد معصوم الخطأ لازم يغلط لانه بيجرب ولازم هيجرب لانه انسان بيعيش وبيتعلم فطبيعي ممكن يقلت زميله طبيعي انها تقلت زميلتها طبيعي انه هو يكبر يبقى مختلف كل طفل من ولادك ليه لون فتتعامل ازاي مع كل لون من الوان ولادك دين عامل مهم جدا ان انت تبقى عارفة اللون او الطبع اللي ابنك بيتماشي عليها عشان تقدر ان انت يتمشي معي فدي حاجة مهمة جدا ان احنا نتعلم ازاي ان احنا نصحح اخطاء ولدنا ونعرفهم من طبيعي بنغلط بس الصح ازاي نعالجو نحنا متكررهوش تاني نعرف اللي احنا وقعنا في ده وقعنا ليه في ايه السبب اللي عخال انا نعمل كده ازاي ما قعش فيه تاني ازاي ما قررهوش ازاي ما قلتش اي حاجة ويبقى الرفرنس بتاعي او المرجع بتاعي هو بابا وماما تعميني يعني الاب والام دول الاساس بتوعي ما يبقاش زميلي زميلتي اي حد ممكن يقولي جملة ان انا ابدأ اطبقها او ان انا اقلد لا بابا وماما ارجع لهم ده عظيم جدا هل في سبب يخلي الطفل يغلط نفس الغلط اكتر من مرة او الشدة او ان انت مثلا ما توضح لهش وغلط في ايه زي ما ان لسه قلت يعني ده غلط وبس ما جيتش مثلا جبته او اتكلمت معاه او اتناقشت معاه ازاي نوقف العادة دي او ازاي نوقف الخطأ ده او تعلمنا ايه من الخطأ ده او ايه عواقب الخطأ ده يعني مثلا انت لما عملته حصل لنا واحدين انت لقيت مثلا استبعدوك من المدرسة خدت مثلا استدعي وليه امر ما بقتش تروحي النادي تاني الكابتن بدأ انه هو يزعل منك او صحابك زعله منك فابدأ افهمه عواقب السلوك اللي هو اعمل انما انا اقوله انت غلطت وخلاص هيوقع في تاني انه هو معرفش هو غلط في ايه طيب الحقيق انه مسألة تكرار الخطأ يمكن اوليق امور كتير مش بيعرفوا يتعاملوا معاه طب هو انا المفروض يعمل ايه لما هو يغلط نفس الغلط اكتر من مرة وانا وجهته وبقى الموضوع واضح انه ده غلط غير مقبول يدرك ويدر الجميع اسراره على العادات الخاطئة دي المفروض يقابل ازاي ونقسمهم برضو فقات عمرية اوه في فقات عمرية يعني مثلا ابني اللي في كلية زي ابني اللي لسه مثلا في جريد وان او لسه في اولى ابتدائي يعني لسه بنختلف ده ممكن اعمله جدول زمني ده اعمله مثلا ترتيب او روتين ليومه التاني الكبير ده بطريقة تانية مختلفة ابدأ ان انا اتعامل معاه اول حاجة الحزم اللي مقرون بمرونة وبمواده ده اهم نوع واهم شيء في التربية ان انا اكون عندي حزم واندي حزم في التربية بس مقارن بالمواده والرحمة والتسامح وحب الغير الحاجات المرسخة في ولادي ده اهم نقطة في التربية ان انا اكون حازم وفي نفس الوقت في حب وفي تسامح ما بيني وما بيني ولادي ده اول حاجة تاني حاجة نبهي اعت تنبيها من وقت للتاني يعني مثلا ما ينفعش نعمل السلوك ده او مثلا الام اللي نزلة مثلا شكوتها دايما انها بتنزل للسوبر ماركت ابنها لازم يشبط في الحلويات ابنها لازم يجيب لعبة ما ينفعش نطلع البيت من غير حاجة ما ينفعش ادي له تنبيه احنا نزلين دلوقتي هنشتري حاجات للبيت مش معي مثلا مبلغ معين للالعاب احنا هنجيب واحد هنجيب جبنا وهنجيب 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 ما ينفعش نجيب حاجة زيادة لما يكون معي زيادة هقولك ادي له تنبيه تاني حاجة ابدأ ان انت تعملي زي ورقة تكتبي فيها طلباته عشان يخذك على محمل الجدية يعني مثلا كل الامهات تيجي تقولك طالما قالت ان شاء الله يبقى مش هتعملي حاجة على حسب الطريقة اللي بتقول بيها ان شاء الله بالضبط لا والله وساعدت تقولك ان شاء الله يبقى خلاص انت بختيهاش بمحمل الجدية اه ان شاء الله ان شاء الله خلاص كده هي بزيجاية فانت لما تبداي تقولي لابنك لأ هات الورقة وعملاله نوتبوك كده صغيرة بإحتياجاته يبقى عارف انه مش في اي وقت انا اطلب الحاجة هتجي لي لا اعلمي انا بشركه في المسئولية بشركه في المسئولية هات الالم وتي هتتجيب لك بمناسبة ايه مثلا جبت الفول مورك مثلا في الامتحان زورت معي مثلا خلاتك وعماتك عمال مصولة الرحم بتاعتنا كنت كويس جدا في البطولة بتاعتك يعني نحط كمان هدف للحاجات اللي احنا بنجيبها ودايما ما نعودش ولادنا على المكافآت المادية لو مش مثلا انت عملت حاجة فانا هديك انا بلاقي دايما ان احنا ندي فلوس او ان احنا نجيب ألعاب لا ممكن كمان المكافآته بقى بوسا ممكن المكافآته بقى حضن ممكن المكافآته بقى ينم ما بيقتنعوش للأسف لا وضعي لو عودته بص الطفل ورقة بيدا انت اللي بتحط ألوانك عليها حطيت أخضر هيترحلك حطيت لون اسود ورماضي هيترحلك زي ما هتزرع النبتة بتاعتك هتطلع ما نفعش تزرع مثلا نبتة موز او حاجة هتطلع لك صبور هي زي الزرع ما هتحطها هي اللي هتنبت لها طب دولة الاطفال الكبار بقى وخصوصا اللي في سن مراهقة التعامل معهم بيبقى صعب ومرهق وبتحصل فيه كوارث الحقيقة السن ده طبعا الغلط ازاي تعالج في سن زي ده ويعني هو الموضوع عن عكاس من الطفولة ومستمر معاه ويعني الأمة والأب ما كانوش منتبهين ولا ممكن يعني ضغط ما يخلي الشخصيات تتغير وهي في سن مراهقة الأصدقاء الضغوط الأسرية اللي موجودة الضغوط النفسية اللي حوالينا أول حاجة هنيجي نمسكها بس من بدر شوية وهنوصل للنقطة اللي حضرتك بتكلمي فيها اكتساب الطفل لعادات والسلوكيات اللي حواليه بتبدأ من الثلاث شهور الأولى من عمره وبتبدأ أن هي تكبر كلما كبر بيبدأ أنه قدرته على اكتساب العادات الجديدة بتبدأ أنها تكبر معاه سنا فلما الطفل بيكبر على العادات بتاعتنا اللي احنا بنعوده عليها بتكون أسهل لنا لأن احنا رصخنا عادات معينة وروتين خاص بينا والبيتنا طيب كبر ووصل لمرحلة المراهقة ووصلت لمرحلة المراهقة وبدأ يحصل فيه أخطاء دايما بقول للأب والأم اتعامل باللون الجديد كل جيل أسكى من الجيل اللي قبله ما تتعاملش بنفس الروتين القديم اللي احنا تربينا عليه مش بقول أنه هو غلط بس احنا وسيكولوجيات شخصيتنا كانت موفقة وملأمة للزمن ده صحيح مفهومة إنما دلوقتي ما ينفعش نربي ولادنا على الزمن اللي احنا تولدنا عليه لازم نربيهم أو نحاول أن احنا نتلون بالزمن اللي هو موجود معيه طب قليل من السوشيال ميديا مع ولادك راجع الموبايل بتاع ابنك راجع طريقة الشات في الكلام ما يبقاش أنت واخد بس اللون بتاعه اللي في البيت اللي هو حاضر يا بابا وتمام وتلاقيه فيه كوارث برا دايما نتشك على مبايله ما فيش حاجة أسمعها هو عامل باسورد أصلا أنا بربيه على الشخصية ربيه على الشخصية بس فيه فترة معينة أنت لازم تبقى مركز معاه فيها الألعاب اللي بيلعبها اللي كلها دم وعنف وضرب صحيح عشان لو بيغلط أقدر أقوله في بعض المتخصصين برضو في التربية بيقول أن أنت ممكن تجيب ورقة وتكتب فيها الغلط لابنك تقوله أنت عملت واحد اتنين تلاتة وهو نفسه يقعد يفتكر الموقف بتصرفات وقتها ومين كان واقف معاه ومين كان واقف ضده ومين شجعه ومين قاله لأ وهل لو رجع بيه الزمن مرة تانية هيتصرف نفس التصرف ولا لأ هل ده أسلوب كويس؟ أسلوب كويس هقول لحضرتك على حاجة كون أن أنت جبت ورقة وجبت ألم وفتحت المقلمة وطلعت الألم وجبت ابنك كده فيه حوار صح ولا لأ كده فيه مشاركة جبت طلعت ورقة أو ألم يعني بتتنفسه مرتحين يعني ما فيه الصراخ ما فيهش عصبية فيهش حزام فيهش ضرب معنى كده أن فيه حوار ملناء أي مشروع بيتعمل ما بين الأب والابن أو الأم أو أولادها من غير صراخ وعصبية بطريقة لائقة طبعا بنحيي كون أن إحنا معنا ورقة أو ألم يعني هنكتب يعني دلوقتي إحنا بنتكلم مع بعض يعني دلوقتي إحنا بنتناقش في إيه الصح وإيه الغلط أي طريقة تكون بعيدة عن الصراخ والعصبية وبيحتويها الحب والتفاهم طبعا بنحيي أيا كانت الطريقة طيب المفعال بقى الكبير اللي بيحصل من الأباء والأمهات مع حدوث وتكرار نفس الأخطاء للمراهقين وأنا يعني شايف أنه دي بتبقى من أصعب المراحل على كل الأباء والأمهات سواء بيتعاملوا مع البنات أو مع الأولاد اللي اتنين فيه هو صعوبات كبيرة بيحصل أنه بيحصل حالة انفعال شديدة ممكن يكون فيه إهانات ممكن يكون فيه ضرب دواعي النفسية لده ولم تيجي بقى تكلمي الجيل ده يقولك ما احنا تربنا كده وطلعنا زي الفل لكن أعتقد أنه ده دلوقتي ما بقاش نافع مع الجيل اللي موجود وأعتقد أنه ما طلعناه زي الفل ولا أي حكم أعتقد لك من مكاني هذا لأ هي طبعا ناس كتيرين عندهم مشاكل نفسية عايشة معهم من الطفولة لكن ما عندناش الرفاهية ما كانش عندنا وهياش رفاهية الحقيقة لأنه الطب النفسي مهمة جدا للناس كلها لكن ما كناش منتبهين لمسألة السلامة النفسية والصحة النفسية اللي العلم كل دلوقتي بتكلم عنها وفي ناس على فكرة يعني هي ماتت وهي ما تعرفش أن هي تعبانة نفسية بس لما بترجعي للتاريخ العائلة بتعرفي أن الجدود كان فيه مشاكل نفسية اللي استهزاء الانتقاص التفاضل المقارنة بين الولاد دي بتدمر شخصية الشباب والبناء أختك جابت وأختك عميت وأخوكي كان أحسن منك أخوكي جاب نتيج ابن خل تجاب نتيجة عنك الاستهزاء بأي مجهودة هي بتعمله ما باهتمش بيه بشوف أي افورت هو بيعمله أنه هو حاجة عادية جدا وأنه هي حاجة سهلة يعني أنت ما عملتش اللي ما هيتعملش تعالى شوف مثلا ده عمل وعمل وعمل هو بياخد قرار من جواه أنه أنا مش عمل كده تاني خلاص أنا مش أبذل أي جهد خلاص أنت شايفاني مهما أنا أبدعت أنا مش بعمل أي حاجة ودايما أقول زي ما أنت عايز تطلع ابنك إعمل انت المرئي انت المرئية بتاعت ولادك ما ينفعش تقول لابنك ما تشعرش سجاير دي خطر جدا وأنا بشايش للنهار وابشرب سجاير ما ينفعش تقول لابنتك مسلا أمي صلي وحضرتك ما بتصليش ما ينفعش مثلا تقولي لابنتك ما تحطيش مانيكير أو انت بتحطي مثلا مانيكير أو التربية اللي انت عايزها فح conectورك اللي انت عايزها التصرفات اللي انت عايزها تطلع بها ولادك أنت ما تعملي بيش لأنه هم برايتك فزي ما أنت عايزة تطلعي عملي أنت ما ينفعش تقولي مثلا ما ينفعش تعلي صوتك علي ما ينفعش تزعقلي وشوفك مثلا وانت بتكلمي ممتك صوتك عالي وصوتك صعب وما بتزوريش أصلا صحيح هيتعلم منك كل الانت تصرفاتك نحطينا السؤال على صفحة البرنامج وكنا طبعا بنشوف تعليقات الناس وإجابات الناس فيه الأستاذ كحلاوي فاتحي بيقول لازم الثقة والأمان والمحبة معاهم أنا كولية أمر ومعلم داخل الفصل وده طبعا بيلقي دوق على دور المعلم كمان لازم عندما يرتكب ابني أو أحد من طلابي أي خطأ أعرف حجم الخطأ وما ترتب عليه من أثار وتمالك أعصابي هنا نقطة مهمة جدا واستمع إليه حتى ينتهي من الكلام بعد كده قوم بمعقدته عقاب نفسي كالخصام يشوف العقاب برضو عمل إزاي كالخصام أو إشعاره بالزنب ولازم نقلل من الأخطاء حبا في الإبن أو الطالب ولكن يجب علينا أن نحذرهم من عدم تكرار الأخطاء أيها ده حقيقي النقاش كمان في أن أنت عملت حاجة غلط وأنه هو كمان بيتمالك أعصابه في ناس ممكن ما تقدرش على فكرة يعني دي فنية ومهارة عالية جدا أنت تمسك أعصابك وتتمالكها مش كل حاجة كمان تحطها أنسبط مش أي غلط ابنك يعمله تحس أنه هو حاجة كبيرة أوي لازم مرة تتجاهل تتغافل شوية عن اللي هو عمله ومرة تنبه مرة تجيبها له من طريقة على حسب الموضوع برضو مسألة تتغافل ده على حسب الموضوع بالزبط يعني على حسب الموضوع وعلى حسب الخطأ ممكن تجيبها له بطريقة مثلا أو تضرب له مثلا من قصة مثلا فلانية أو الصحبة الأبوية في النقاش أنه يبدأ أنه يتكلم معاه أنت عملت كذا لو عملت كذا هيبدأ الناس أنها تنفر عنك هتبدأ أموما أنها تزعل منك أخواتك هيبدأ أن هما يبصوا عليك أنت القدوة بتاعته ودائما تشجعه ابنك أو بنتك أنه هو الأحسن وأنه هو كويس وتزرع فيه وتعزز فيه الثقة بالنفس الدعم المهم جدا نحن نشكر حضرتك شكرا جزيلا على وجودك معنا النهاردة دكتور منا طارق استشاري الصحة النفسية وعلوم دول إعاق جزيلا على وجودك معنا النهاردة دكتور شكرا جزيلا نورتنا وأسعدتنا بالفقرة